30 أو 40 متر مربع على سطح حيالة بناية بحيالة مدينة قدرين ننتج 2000 إلى 2500 خسة كل 45 يوم بونجور واضح أنا زياد أبي شاكر مهندس بيئي اختصاص طبعي هو النفايات الصلبة في شئ من النفايات يلي هو الأكياس البلاستيكية اشتغلنا بروشي دروشارش تقريبا شي أربع سنين تنحولن لألواح وهول الألواح كنا عم نفكر شو بدنا نعمل فين شو التطبيقات يلي بنقدر نعملها قررنا إنه بدنا نعمل منن مستوعبات نحط بقلبه نطراب ونبلش نزرع وهيكا صارت إجت فكرة إنه نزرع بطريقة vertical أو عمودية إجمالاً يلي كانوا كتير متحمسين للزراعة كانوا يقولوا طيب ما نحنا قاعدين بالمدينة ما فينا نعمل شي هلأ اللي عم نجرب نحطه بمتناول يدن هلأ إنهم بلا صار فيكم تزرعوا على البالكون صار فيكم تزرعوا على الحيطان صار فيكم تزرعوا على السطح الناس بدأت تاكل بطريقة صحية ما بدأت تاكل إشية مرشوشة ما بدأت تاكل إشية جاية من كتير بعيد بقى مشان هيكي الـ Urban Farming Concept كتير مهم إنك ترجع تجيب ترد الزراعة على المدن على الأبنية على الأسطح على البلاكين وشغلة كتير حلوة إنك تزرعوا بالمدينة اشترعوا بالمدينة